فتحاً مبينا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم ثلاثون عاما ثلاثون عاما مرت وموسى يدعو فرعون وملأ فرعون وكانوا يرون كل يوم بأعينهم صدق سيدنا موسى عليه السلام وصدق أخيه هارون عليه السلام من خلال الأحداث الكتيرة الأليمة والابتلاءات الشديدة المفجعة اللي حلت بالقبط آنذاك من مجاعة وجفاف وبعدين بعد كده فيضان وامتحنوا بالجراد وامتحنوا بالضفاضع وامتحنوا بالقمل وامتحنوا بالدم وشافوا بعنيهم أن الله تعالى يستجيب لموسى جربوا دب نفسهم كل مرة كان بيقع عليهم العذاب يسرعون إلى نبي الله موسى ويسألونه كشف العذاب عنه أنت بقى ادعي ربنا يكشف عنا العذاب فيدعو سيدنا موسى عليه السلام ربه لكشف العذاب فينكشف ويزول ولكن قلوبهم زي ما هي قاسية أقسى من أن تنفتح للإيمان بالله العظيم أما فرعون بقى فكان أشد قومه قسوة وعناد وإصرار على الجحود والكفر والتكذيب وتكبر وضلال وإضلال وضل على تجبره ولم يصدق موسى وهارون عليهم السلام واستمر فرعون في تعذيب بني إسرائيل يعني كان بالضبط حبس أنفسهم ومحدد إقامتهم في مصر وأسرهم وبيستخدمهم عنده وشغال بقى ظلم وقتل وتعذيب فيهم وليهم أماكن معينة ما يتحركوش منها وبالتالي هم كانوا في أسر في قبضة فرعون وبعد كل هذه الثلاثين عاما يعني لم يبقى أمام سيدنا موسى عليه السلام أي فرصة أو أي محاولة أنه يؤمن بفرعون أو قوم فرعون وعلم سيدنا موسى عليه السلام بطريق الوحي أنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا ولما يئس سيدنا موسى بشدة من اهتداء فرعون وقومه وطبعا قلنا أنه عرف أو عرف ذلك عن طريق الوحي اعتزلهم ولحق بيء الأحياء اللي بني إسرائيل قاعدين فيها والمنازل بتاعتهم هم كانوا قاعدين هم كده في أطراف المدينة المصريين ما كانوش قابلين بيهم فوسطهم عملي لهم أماكن محددة فالأماكن دي في أطراف أطراف المدينة قاعدين فيها فلحق بيهم سيدنا موسى عليه السلام وكان بجوارهم وفي وسطهم وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وإلى سيدنا هارون عليهما السلام إنهم في المرحلة دي مرحلة العزلة اللي هم فيها دي يعلموا قومهم من بني إسرائيل ملة آبائهم سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم الخليل عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام يبتدوا يعلموهم مبادئ الدين الحنيف وكمان أوحى الله تعالى إلى النبيين الكريمين إنهم يعد لقومهما الأماكن اللي يتعبدون الله تعالى فيها ويقيم فيها شعائر توحيده جل جلال الله فقال الله تعالى لهما كما جاء ذلك في القرآن الكريم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وده معنى إنهم كانوا رحل مش مستقرين في مكان وما كانش برد فرعون ولا المصريين قبلنهم يستقروا في مكان فعلى طول كانوا بيرتح بني إسرائيل فبنى بأمر الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون أو بنى موسى وهارون لقومهما بيوتا في مصر حتى ولو كانت متطرفة مش في قلب المدن وجعلوا البيوت دي موجهة بالتجاه القبلة يسكنون فيها ويصلون ويتعبدون فيها أيضا وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبالفعل نفذ سيدنا موسى أو نفذ النبيان الكريمان أمر الله تعالى فجعلوا بيوتهم مصلى يصلوا فيها ويتعبدوا فيها سرا ليه؟ لما يخافوا أنهم يطلعوا يتعبدوا في أماكن العبادة بتاعتهم لأنه فرعون كان بيخرب أماكن عبادته مش عملوهم موجود ولا اعتبار ولا عايز يعملوهم موجود ولا اعتبار وكانوا خايفين جدا من فرعون فأمروا في هذه الحالة أن هم يصلوا في بيوتهم يعني كانوا في عزلة فرضت عليهم بحكم الظروف اللي كانوا عايشينها بسبب بطش فرعون ببني إسرائيل وفي أجواء هذا المعتزل اللي هم فيه كان سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام يعلمان بني إسرائيل العبادة الصحيحة مبادئ الدين الحنيف وبيربوهم على التوحيد الخالص عن طريق الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد والقيام بالتكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه إليها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام عشان يعلموهم لبني إسرائيل ثم توجه سيدنا موسى عليه السلام في هذه الأجواء اللي فيها عتزال وفيها بعد عن المدن اللي فيها المصريين وبعد عن فرعون كمان سيدنا موسى عليه السلام توجه بشيء إلى مولاه سنعرفه إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم توجه سيدنا موسى عليه السلام في الأجواء اللي احنا كنا بنشرحها قبل الفاصل وهي أجواء لاعتزال اعتزال سيدنا موسى وقوم سيدنا موسى بني إسرائيل وإنهم التزموا بيوتهم في هذه الأجواء توجه إلى ربه بالدعاء والتضرع وهو يرى فرعون وكبراء قومه وسادة يعني سادة مصر في ذلك الوقت فتوجه سيدنا موسى بالدعاء إلى ربه إن فرعون والملأ معه يتمتعون بكل زينة من متاع الدنيا وأثاثها وأنواع كثيرة جدا من السمرات والأموال قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني سيدنا موسى عليه السلام يكلم ربه سبحانه وتعالى ضارعا مناجيا متعجبا من أحوال فرعون وقوم فرعون وكان يعني هو بيقول يا رب أنت فتحت عليه مدتهم الأموال الكتيرة والمتاع المتنوع والزينة العظيمة بدل إنهما يشكروك كانت عاقبة هذا العطاء بالنسبة لهؤلاء إنهما استغلوها في الضلال والإضلال والمعاصي وانحرفوا بيها ولم يهتدوا يعني كأنه كان يجب يعني في دعائه وفي مناجاته ومستنكر عليهم اللي بيعملوه مع عطاء الله العظيم له وإنه كان يجب عليهم مع كسرة النعم كسرة الشكر كان يجب عليهم مع كسرة النعم كسرة الشكر ومن الشكر صرف النعم في طاعة الله تعالى لا أن يتحول عاقبة الإنعام إلى الإضلال والغواية من قبل اللي ربنا سبحانه وتعالى إداهم وفتحة لهم لأنه أصبحت بقى غايتهم رغم كل النعم اللي هم فيها دي هي إضلال الناس عن دينك ده الكلام اللي سيدنا موسى بيناجي به ربه وبيقول يا رب هو يناجي ربه ويكلم ربه بأنه مع هذه النعم الكثيرة كان لابد من الشكر مش أنهم يتخذوا النعم سبيل وطريق لمنع الناس من طاعتك ومنع الناس من توحيدك وبعدها دعا سيدنا موسى عليهم بأن تهلك أموالهم فقال ربنا اطمس على أموالهم بعد أن أخبر عن طريق الوحي إنه فرعون ومن معه لن يهتدوا لن يستجيبوا لدعوة موسى عليه السلام فلما دعا كده ربنا اطمس على أموالهم فقال سيدنا هارون آمين المؤمن طبعا أحد الداعيين يعني لما أنت تيجي تدعي أو أحد يدعو وأحد أو آخر يقول آمين اللي اتنين مشتركين في عبادة أو في القيام بالمناجاة وعبادة الدعاء ودع سيدنا موسى عليه السلام ربه مرة أخرى فسأل الله تعالى أن يقصي قلوب فرعون وملأ فرعون وأنه يطبع عليها عشان ما تنشرحش ليه الإيمان ولا للإسلام فقال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فسيدنا هارون قال آمين لقد داع عليهم سيدنا موسى كل هذا الدعاء الطويل بسبب طغيانهم المفرط وشدة ضللهم وإضللهم وتكذبهم سواء لي أو لأخيه هارون عليه السلام وقلنا أنه قد علم سيدنا موسى عليه السلام عن طريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فاستجاب الله دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا هارون عليه السلام وكانت هذه الدعوة من النبيين الكريمين موسى وهارون غضبا لله غضب لله ودينه لأنهم شايفين أن فرعون ومن معه مصرون على تكذيبهما ويؤكد ما ذكر من أمر تكذيب موسى في سورة الحج ضمن الأمم التي كذبت الأنبياء والرسل قال تعالى وكذب موسى طبعا وما صاحبها من البيان الإلهي الذي جاء عقب ذكر تكذيب موسى وغيره من الأنبياء الكرام البيان الإلهي اللي نبه به المولى سبحانه وتعالى إلى هذه النوعية من البشر التي لها أعين ترى بها إلا أن العبرة بالبصيرة وليس بالبصر فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب التي في الصدور وليس في عمى العيون التي في الوجوه وصدق الله العظيم فإنها لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم موسيقى اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا دلجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان ننبه إلى صفحتنا سريعا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة دائس صفحتنا أمام حضرتكم على الشاشة بنستقبل الأسئلة بتاعت حضرتكم بنجاوب عنها في اليوم المخصص لرد على الأسئلة سريعا إحنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى السلساء بنكون في رحابة تفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وفي شريف استقبال أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة وقدر الطاقة بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص لرد على الأسئلة الخاصة بحضرتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا وكمان بنعرض فقرتنا فقرة كتاب قلوب عامرة ناخد أول سؤال معنا أستاذ عيدة حاولي اتصال بنا مرة تانية يا أستاذ عيدة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا يا أستاذ عيدة أحببتني فيه وربنا يجمعنا المتحبون رب يجتمعوا على منابر منور يوم القيامة يا رب نكون يا حارب أحبظاه والتفسير بتاع حضرتك والقرآن وكل حاجة أنا واحدة من قراءة القرآن الله أكبر الذكري على طول لين نهار ما شاء الله ده اللي صبرني على فرح حضرتك طبعا طبعا أمورة مستشارة 33 سنة ربنا يغفر لها ويرحمها وبصبرك وباحتسابك يبنى لك بيت الحمد في الجنة وتكوني كده من أهل الصبر الصبر الجميل يا ست عيدة ربنا يصبر حضرتك وأشكرك على كلماتك الطيبة وعلى دعائك وعلى من السنة يعني الإنسان يعلم محبته لمن يحب فدي يعني بادرة خير من حضرتك وتجبره خطرنا وربنا يجبر خطر الجميع اللهم أمين تفضلي يا ستة أمو أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ستة حدرتك يا دكتورة نادية أهلا وسهلا ستة أمو أحمد أنا كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك تفضلي حضرتك السؤال الأول إحنا كانت والدتي ميتا بقالها سنتين وكانت قاعدة يعني في الدور الأرض وإحنا كل واحد باني الشقة إحنا بنتين وولدين فجينا فجيئنا يا أخوي قال دا والدتي كانت باني الشقة فطبعا دا كانت مفاجأة بالنسباننا فأخوي سأل في المحكمة يا علي وقيدة كل حاجة ماشي رسمي فإحنا عندنا جلسة إن شاء الله بعد إسبوع في المحكمة فإحنا هنشهد هل والدتكو يعني كتبالها إحنا بصراحة ما شوفناه هو واحد ولا كتباله بقى كتباله آه فإحنا نقول إيه في المحكمة إحنا لو قلنا هنشهد من ثلاث سنين لخمس سنين وغرامة خمسين ألف وهو لمعا كده وبعدين أنا بصراحة معي بنات يعني سمعة البنات ده تبقى إيه واختي برضو يعني معها ولادي يعني إحنا بنتين وولدين فالواحد في حيرة الواحد يعمل إيه وإنتوا رجعتوا للمستشار القانوني معاكم قال لكم إن ده وضع حيكون كده آه آه قال من ثلاث سنين لخمس سنين لو إحنا قلنا لأ إن والدتنا ما كده بتلوش الشقة إحنا بصراحة ما قالت لي ناش وذاكر إن هو ده 150 ألف كده إنت جيت منين 150 ألف ده وبعدين كان بان عليها يعني أنا ست والدتي ست يعني عايش على معاشها يعني ست يعني على قد حالها ما أنت وقيا إما حتشهدوا الحقيقية حتتنزلوا عن القضية ما هي هيبقى إيه طب رأي حضرتك إيه يعني يا دكتورة نادية رأي حضرتك إيه هفكر هفكر وأشوف حاضر حاضر طب المجمل السؤال الثاني اتفضل أنا كنت مسافرة معجوضة بصراحة تعبت جدا في الغربة وجيت إرشعة لإرشعة عملنا حتة بيت خمسة دوار فإحنا عادين في شقة وربنا يعني رزقنا الحمد لله برضو جات أختي انفصلت فإدها شقة مدى الحياة بإيجار رمزي إيجار رمزي مع إيه يا ما شاء الله دخلها حلو بتشتغل موظفة حلوة في الحكومة يعني المهم فجيت طلبت من جوزي يعني نطلب زيادة قال لي لأ دي أختك ولا أخته أخت جوزي أخت جوزي أخت جوزي يعني أنت ما تدخليش نفسك بينه وبين أهله أنا اللي مسك المصروف يا دكتورة أنا بصراحة مش عارفة عيش هو يتصرف هو بقى يتصرف أنا حجوبك أنا حجوبك في حدود دلداء عشان برضو الواحد يعني بيدي نصيحة لازم وبالذات بقى لما تكون أخته أو تكون حد من أهله فبيبقى الأمر حساس فلازم الإنسان يبقى عنده حكمة وهو بيتعمل في مثل هذه الأمور طيب ست محمد معانا أتفضل يا أستاذة إيمان رجعت أهي روحتي فين يا أستاذة إيمان أسماء نهوب روحتي فين بس أتفضل يا سيد الكل قولي عايزة تسأل الحمد لله الحمد لله أستهل الحمد الحمد لله بقول على أحمد ابني ما لأستاذ أحمد ابني مبيسليش يا خبر ليه عارف هو كم سنة كم سنة 30 سنة هي عنده رجل كبير يعني ناضج وراشد حاضر أنت بتنصحي بتنصحيها ستة إيمان ولا ما بتنصحيهوش يعني بتنصح كل قوان كل قوان ما يدن أقول له يلا صلي يلا يلا قل طيب ماشي ماشي هو متجوز ولا مش متجوز متجوز ومخلف بنتين حاضر معنا معنا شيماء وفي مريم كمان بيقول لي سيد يلا يا شيماء أهلا يا شيماء تفضلي الحمد لله الحمد لله حبيبتي الحمد لله ما اللي يخليك يا رب معلش أنا بس باتصني بحضرتك أنا يعني أنا مخنوقة جدا 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 فالمشكلة ساحصلة أول إن دا لها مع زوجي فأنا بس بقول لحضرتك كتق الآن عليه أنا هاختصر بقدر الإمكان أنا اختصران عليه بس طبعا هو مسافر وبالينا عليه الحاجة ساعة ثلاثة ما علينا نصام مرضيش عملت حركة يعني كده بصلت بزراط فاحبه كده فهو الدايق كان نايد فالتفل بي عاد بقا يشخص ينتره وطلقات عاد يحرف طلقات كتيرة طلقات كتيرة كتيرة وأنا مكنش فاهمة طلقات كتيرة بإيه أنت يحرمي علي أتصل بي كده حرم علي طلقات كتيرة أنا دايقتي متخنقت خالص طب قلت له خلاص ما شوانا هقول لولدك فأنا مش فاهمة يعني إلا أنا عملته دوت صح ولا غلط وخناقات بقا خلاص هدي ولا لسه متعصب هو ما هديش لا ولا كلمي ولا أنا كلمته أهلا وسهلا بحضرتكم السيدة محمد كانت بتسأل أنه الوالدة وفيت وبعد الوفاة فوجئت أن الأخ بيقول أنها كتبت له شقة في البيت وهم رفعوا قضية وكده وبعد كده بيقول أنا معي اللي يثبت هذا الأمر فبتقول لو هو كان كادب فيما يقول يبقى في الحالة دي هيتعرض لسجن وإحنا مش عايزين نعمل فضايح هو لو إن الأم تصرفت في حال حياتها ودت لابناها حاجة فالإنسان حر إنه يتصرف فيما يملك أثناء الحياة وطبعا بنذكر بإنه الإنسان يساوي بين الأولاد لكن ما نعرفش لو صح هذا الفعل والفعلا الأم ديته حاجة أثناء حياتها ربما لأي اعتبار هي شايفاء أو لأي شيء هي واخد بالها منه بالنسبة لهذا الإبن يبقى تصرفها سليم الأصل في ده الأوراق وصحة هذه الأوراق حضرتك بتقولي عايزة رأيي في الأمر أنا رأيي أنه أشوف أنه تحكمه يعني الأمر يبقى عرفي يعني الحكم العرفي برد المسألة دي إلى الكبار اللي في العيلة تعملوا مجلس وتعودوا مع بعض ونشوف هذه الحقوق ونتناقش فيها وناخد الضمانات بحيث أن كل واحد يعرف اللي ليه ولي عليه وحق أنت عايزة تتنازلي عن القضية رعاية للأخ والرحم حتى وانت شك أنه في عدم مصداقية اللي بيقوله فما فيش مشكلة ده الأمر بين إيديك انت عايزة تتنازلي حفاظا على الصلة الرحم يعني هذه المسألة ترجع لحضرتك وحريك تختاري فيها الأوفق والأليق واللي انت شايفا يكون متناسق ومتناغم مع حالتكم ووضعكم الاجتماعي يا صاحبة السؤال الست أم أحمد توسيط عقلاء وكبراء وحكماء العيلة أو ناس احنا بنعتبر لها ده شيء برضو مهم الحكم العرفي كتير نحن نقعد في جلسات والناس تحكم ويبقى فيه الأمور أفضل أكيد من الخروج إلى دائرة القضاء ولكن الإنسان بيلجأ لدائرة القضاء لما بتتقفل أو تغلق قدامه الأبواب اللي هي الناس الطيبة اللي تدخل تصالح أو تشوف أصل المشكلة إيه وإن شاء الله توفقي لما فيه الرشاد يا سيدة محمد سؤالك التاني يا سيدة محمد بتكلمي عن أن انت استفرت انت وزوجك واغتربته وبعدين جيت وبنته بيت فهو أجر لأخته شقة زوجك أجر لأخته شقة بسعر زهيد جدا وبتقولي هي موظفة وليها دخل وهي عايزة أو حضرتك عايزة تطلبي من الزوج أنه يزود الإيجار عليها أنا شايف أنه بلاش تعملي كده وشايف أن الأمر ده يعني يترك للزوج هو اللي يقرر فيه ليه؟ لأنه هو أدرة يمكن هي المرتبها اللي بتاخده ما بيكفهاش يمكن هو عايزي بقى وقف جنب أخته يمكن اعتبارات كثيرة هو وأخته أدرة بيها أنا ليه حدود طب أنا اللي ماسكى مصروف في البيت أطلبي منه زيادة المصروف وما تدخليش نفسك توجدي له حلول أنت مش مطالبة توجدي له حلول أنا مثلا محتاجة زيادة أطلب منه ياريت أنا محتاجة زيادة في المصروف كذا وكذا لكن مش هوجد له بقى الحلول من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر